دخول مسائي كلها بغاط ضغطة نفسي بالأول ماذا اشيت يعني باخدلي لقطة حلوة سويت شيت اقول شفي خدي شفي خدي والله العظيم تروزني ناس بسمه شفي خدي مادر شفي امي تقول بس تحنن على الخد لين يفش بعدها راح تحسين بقيمتها والله العظيم ستقول ذا الوهمة ما يبين عليه الكاميرا بسرعة نحاول شوي نخفف وطأة اللي احنا نشعر في بس صد صد الوي المليان عشان منشي المينات يحطون فلار ويحطون هذا لنه مجرد ما الوي يفقد يعني كثير من الدهول اللي تحته راح يحتاج انه يملي فلار وهالامور عشان يبين صغير شلونكم متابعيني شخباركم اليوم ابشركم ارحت فيلم توي ستوري فتحت الاميلات اليوم سويت منه موضوع لما فتحت الاميلات وفي شي اللي كان بروديكتس الشهر اللي قلت لكم يفوز باكثر شي استخدمته هذا نوكستر موجود بصيليات بنات شايفينه هذا هذا مرطب حوالي العين شذي يصير شايفينه تحطين منه كمية وبعدين تفردين هشذي ممكن لحديدة هذي باردة شوي تريح منطقة تحت العين بس انا دايما احبث بعدها اخرى الطبطبين ليش هذا حبيتها لان انا ساعات ما احط ميكا بالصبح يدرون فين البنات ما احط ميكا بالصبح فيعطي تفتيح او اضاءة تحت العين بنفس الوقت ترى ما في لون ما في لون هو بروديكتس ينبع بصيليات خالي من الالوان والبرابين وما اخذ عشرة براءة اختراع والبراند فرنسي بنات بس انا اللي ذاك خلقي النا نوكس مح تتكلم عن هذي لا مرطب الوجه هذا روعة اثنين من نفس التركيبة بس هذا بنسب تفيد تحت العين وهذا بنسب حق الوي روعة واحنا بعمر خاص بس نعدي الاربع واشيين خمس واشيين نحتاج هذي لا الاشياء اللي فيها هارونك اسد فلاحظت كثير طبعا يحطوا بسوشال ميديا عن الزيت مالهم عن ما اقول لكم مو حلو بس هذي لا اقوى للامانة يعني هذي لا والد اقوى كتركيبة لان اطالع التركيبات وبعدين حلو مو اي بروديكتس ممكن يكون مو اخذ براءة اختراع يعني ترى خلاص ترى هذي اشياء كوزمتك يعني تجميلية جم للوي مكملات حلوة للوي بس لازم كل بنت تعرف الاشياء اللي ناصب عمرها هارونك اسد لازم انت بس تعد بالنسبة لي حوالي العين والله من التعدين حتى الخمسة اشياء او اربع عشرين استخدمي الهارونك اسد عادي الوجه اللي يقول سبعة وعشرين ستة وعشرين او اخر العشرينات بداية الثاثينات ضروري تحطين شي في هارونك اسد هذي اللي اثنين حلوين هذي اللي اثنين حلوين وكذلك غير الهارونك اسد فيهم الباشن فلاورز وفيهم اشياء مستخلصات اوراق الزيتون مستخلصات الكاكاو اللي كلها انتي اوكسيدنت احنا سميها روعة جدا هذا هذا وايد حلو هذا استخدمته بس هذا الامان استخدمته اكثر اللي ما تحت العين روعة دايما احفظ الشرح عندي لان الشرح يكون وافي وتعب واكتب بوراق واشرح لكم شلو طريقة شغلة وليش هذا حلو دكتورة وهالامور انتو اللي تسألوني اياها لله منه والفضل محافظة على جوه البشرتي من انتقائي للبرودكتس مو كل البرودكتس غالي وهو اللي زين ولا العكس في براندات زينة وفي براندات وسط وفي براندات وايد وايد زينة وهذا ما يعتمد على ان هذا البراند او بس مصناعيته طبعا لما يكون بدول معينة يكون طبعا يتعبون عليه اكثر ممكن ولكن اللي يعتمد هو التركيبات وجودة المنتج نفسها وبالكوزماتيك صدقوني بالناحية الجمالية حق الوي اخر شي النتيجة تبين بعد الاستخدام حتى لو تركيبتا حلوة لما تجربينه قد يناسب ناسب 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 اخرين فدائما اقول هالشي عشان اكون مصداقية امية بلمية معاكم لازم تعرفون هذا الشي فالتركيب الاساسية لهم هو الهارونيك اسد سواء مرطب حوالين العين هذا انا سميه حديدة والبنات سموه نفس الاسم الحين لو نشوفوا بنات هني يطلع الكريم شايفين وبعدها تفردينه بالحديدة هذي بس نصيحة بعدها طبطبي بيدك انا احب الايد تلامس الجلد لازم تاخذ يعني تاخذ الفايدة لما تطبطبينه بيدك بعد اخر شي حلو فردة بالحديدة هذي نفسه ولكن هم طبطبي بيدك اخر شي يعطي مثل اضاءة وتواجع له يوم راح حطلكم احتمال الحين اذا سويت عناية بعد بالليه ان شاء الله من عيوني راح تطبقه جدامكم ورح تشوفون اللون بنفس الوقت شلون يفرق ما عنا خالي من الالوان ولكن لان خلاصة اشياء طبيعية او زهور اي اللي تعطي الاضاءة هذي فاهم لي مقصدي تعرف خالم البارابين كثير من البروديكت ماكتبو خالم البرابين قد يكون خالم البرابين ولكن نقطة تحسب للبروديكت بالنسبة لي ان يكتب خالم البرابين البرابين وجوده يكون... ويلف بمكوателей جدا العرض من البرابينquent وما أفضل تكون واجودة بالبروديكت ما تكون القليلة منتو اذا ما من ممكنه تكون بكميات قليلة ولكن الأفضل انه .. يكون خالم البرابين طبط على شود اللون بنفسه بيتها النوم يعني هذه الهاي كوالتي احنا نسميه فيه اشياء فيها مواد حافظة وفيها برابين فيه اشياء تكون خالية من البرابين بالكوزماتيك وايد فيه اشياء حلوة وايد فيه اشياء زينة والنقيض فيه وايد اشياء سيئة في بروديكت تطلع حبوب حق البنات في بروديكت مو من البروديكت بس انا راح سوي بوست كامل ليش بعض المنتجات اطلع حبوب عند البنات قد ما يكون بالبروديكت راح اقول لكم وفصله وخلي بوست روعة عشان البنت تعرف تظلم البروديكت او تراجع نفسها ها انا سويت شي غلط انا اخلط شي مع شي غلط ان شاء الله راح تكون كلها تثقي فيها عشان البنت وهي بالبيت مثقفة واعية عارفة شنو تستخدم بنات هذي لا ترى موجودين بالصيدليات انا هحط لكم ارقام دايما حق اللي ما عندهم او ما يلقونها لما يروحون الصيدليات تحصلونه ترحون حق اقرب صيدليات تسألون النقص موجود تلقون على الرطوف ترم احتمال حتى محد متكلم عنه من قبل يعني ام مصدومة وايد حلو ترا هذا وسعره زين انا ما احط اشياء وايد مبالغ فيها اوفر ولا اشياء حيل مثلا مو للخيصة محلوة ممكن يكون سعره شوية نازلة بس ما فيها تراكيز معينة او اشياء معينة فيه اللي تشذي وفيه اللي تشذي بنات بس هذا كتجربة وكتركيبة روعها صراحة حطيته اول ما شرحته وحطيته لما استخدمته تشوفوني طول الشهر قاحت لكم يا لانه وايد حلو هذا استخدمته اكثر من هذا الامانة بس بحط لكم المرتب بحط لكم هذا اثنين هم فيهم نفس التركيبات لهارونيك اسد مع فاشل فلاورز واخلاصة ورق الزيتون الشوكلت كأنتي اوكسيدنت واشياء مغذية مفيدة للبشرة لا تهملون الترطيب بنات بس استخدموا المرتبات الصح حق اعماركم وان شاء الله راح توصلون حق النتائج الحلوة واحتمال الاشياء التجميلية او العمليات الجراحية تحتاجونها ولكن في فترة متقدمة من العمر اشتركوا في القناة اللي طارت على بالي الموقع اللي حطيتها موقع معتمد وموقع صيدلية للعلم مو او اي شيء البرودكتز حلوين هذا اللي من نوكس ومحد متكلم عنهم ما اعتقد شفت احد صراحة شفت انه وايد هبوا بزيت حلو الزيت وايد حلو حق اللي تحب التان وتحب سوال في حق الشعر بس مو الافضل عندهم مو هو التب للامانة وبكل صراحة ولكن هذي لها يعتبرون من التوب عند نوكس مع احترامي حق باقي المنتجات ولكن كذلك وايد وايد مميز ما يعني ان هذي لكم حلوين ولكن هذا مميز بالنسبة لي كتركيبة وتوليف اللي فيه يعني اضافته هارونك اسد تعطي قيم حق البرودكتز خاصة ان احنا نعلم مش شن الهارونك اسد الهارونك اسد قام يحطونا بابر ويعبون في الوي فانتي استخدمي عشان لين توصلين حق المرحلة هذي اتأخرينها شوي هذي وجهة نظري مرا Rugcan موسيقى 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 شكرا